السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو دي من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتعلم مع بعض ازاي نستطر نسخة ويندوز حداشر اربعة واشرين اتش تو نسخة محففة نسخة تعمل على جميع الاجهزة نسخة تتخطى كل متطلبات آآ ميكروسوفت لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية الخطوة الا اللي احنا هنعملها ان احنا نروح رايحين فاتحين المتصفح الخاص بنا ونجي في خانة البحس نكتب كلمة ويندوز حداشر وندخل على موقع آآ ميكروسوفت عشان نحمل آآ نسخة ويندوز حداشر اللي هي اربعة واشرين احدث نسخة موجودة على موقع ميكروسوفت كل اللي انت هتعمله وتضغط هنا على حدد للتنزيل تمام كده وتنتظر الحديد ما تظهر معاك آآ النسخة تمام كده زي ما حضرك شايف كده النسخة ظهرت هتضغط على اللي هو تنزيل بعد كده هيطلب منك ان انت هتختار اللغة فحضرك هتختار اللغة اللي انت حابب ان انت استعمالها على النسخة الخاصة ديك فانا طبعا هختار اللي هي اللغة العربية وتضغط على تأكيد تمام وتنتظر هيبدأ يقول لك آآ داول لود آآ اربعة وستين اللي هي نسخة ويندوز آآ اربعة وعشرين نضغط على داول لود تمام كده هتبدأ على طول النسخة تتحمل معك زي ما حضرك شايف كده ويندوز حدواشر اربعة واشرين اتش تو اربعة وستين طبعا انا هوقف الفيديو الحين استكمال تحميل النسخة وارجع عليك مرة تانية عشان ما طولوش عليك وارل حضرتك ازاي هنخفف النسخة ديك ونخليها قابلة للاستخدام على اي جهاز كمبيوتر ونتخطى بيها كل متطلبات شركة ميكروسوفت تابع معايا الفيديو بعد الانتهاء من تحميل النسخة زي ما حدرك شايف كده انا اجبتها على سطح المكتب آآ الخاص بي تبدأ تفتح المتصفح بتاعك تمام كده وتيجي في خانة البحث اللي فوق ديت هتضع آآ لصق للرابط اللي انا ان شاء الله هتركولك في قلبة صندوق الوصف الخاص في الفيديو عشان نحمل امر آآ هنستخدمه لتخفيف آآ النسخة زي ما حدرك شايف كده هتفتح معايا الرابط اللي انا دخلت عليه هبدأ ااخد اللي هو الامر ده تمام كده هتاخده حضرتك آآ نسخ تمام هتبدأ تفيله انا مش محتاج بقى خلاص هتيجي عند خانة البحث الهنا ديت تبدأ تكتب كلمة آآ باور تمام كده هوت آآ هيظهر على طول معاك اللي هو باور آآ آآ شيل. تبه تاني كلمة باور هبدأ ياخد انا اللي هو باور شيل هبدأ اشغاله كما سقول. تمام? هيفتح معايا الباور شيل بالصورة اللي حضرتك شايف هدية. هنتظر لحديث ما يحمل الباور شيل. هبدأ آآ اعمل كليك يمين. وهبدأ الفق الرابط اللي انا خدته من الموقع. ومجرى ما تضغط كليك يمين هتلاقي الرابط تم لصقه. تمام? بعد كده تضغط على مفتاح انتر. وتنتظر لحديث ما يتم تحميل اداة بسيطة دي اللي ان شاء الله هنستخدمها فيه عملية تخفيف آآ الويندوز وتسريعه. لحظات بسيطة تابع معايا الفيديو. هتبدأ الاداة في التحميل معايا. تنتظر. لحظات بسيطة. هتبدأ تظهر معايا الاداة دية. الاداة دي اللي احنا ان شاء الله هنشتغل بها. تمام كده? هتبدأ حضرتك تروح رايح على طول على ميكرو ويندوز. اخر خيار. تضغط عليه. هيفتح معك بسطورة دية. هيبدأ يقول لك احدد النسخة اللي انت حابب ان انت تخفافها. هنضغط على اللي هو جيت آآ ويندوز ايزو. عشان تحدد له نسخة الويندوز. طبعا انا النسخة حطيتها على سطح المكتب. هتبدأ اتعلم له النسخة وتبدأ تضغط على اوبن. تمام كده هوت. هتنتظر لحظات بسيطة لما يبدأ ينفذ مع حضرتك باقي الاوامر. تابع معي. زي ما حضرك شايف الاداة تبدأ تشتغل. كل اللي احنا هنعمله. هننتظر لحديث ما تبدأ في عملية تخفيف نسخة الويندوز. تابع معي الفيديو. هنرجع مرة تانية للاداة. تبدأ تختار حضرتك نوع النسخة اللي انت حابب ان انت تصطبها. انا طبعا هختار ليا ويندوز حداشر برو. تمام كده هوت. وتبدأ تنزل تحت. هنا هيقولك آآ سمي آآ الاسم اللي انت حابب. ده الاسم بتاع المستخدم اللي انت هتلاقيه في جهاز الكمبيوتر بعد ما تصطب النسخة. فابدأ اكتب الاسم الخاص بيا. فانا هكتب آآ مستخى. هنا بيقولك لو انت حابب تحط باسورد. طبعا انا مش حابب ان انا اعمل آآ للنسخة عندك تصطبها نسخة آآ باسورد. فابدأ اضغط على ستارت. تمام كده هوت. تضغط على ستارت. هيبدأ هنا يقولك آآ سمي النسخة اللي انت هتحفظها. وحدد المكان. فانا هابدأ اكتب آآ كلمة آآ ويندوز. تمام آآ حداشر. تمام كده? وابدأ اكتب كلمة آآ ميكرو. وهكتب اللي هي اربعة واشرين. تمام وهختار المكان بتاعها برضو يبقى على سطح المكتب. عشان نعمل مقارنة بين النسختين بعد ما العملية تتم. ابدأ اضغط على ستاف. تمام كده هوت وتبدأ تضغط. تمام? وتنتظر لما العملية تنتهي. زي ما حدارك شايف كده الاداة هتبدأ هنا هتعد مجموعة كبيرة جدا من الاصفار. كل اللي مطلوب منك ان انت هتنتظر. في حين الانتهاء من هذه العملية. ما تستعجلش هي بتاخد حوالي تلت ساعة. فحضر رغم ما تستعجلش. هتنتظر الحديد ما يظهر معك مربع. بيطلب منك ان انت تقفل آآ الحوار. فهنتظر آآ وتابع معي الفيديو. طبعا الاداة دي من اكوى الادوات اللي بتحزف اللي هي التطبيقات الغير ضرورية والغير مستخدمة في نسخة ويندوز حد عشر وبتحزف الخدمات اللي انت بستخدمهاش في ويندوز حد عشر. فطبعا بتخلي نسخة الويندوز تبقى سريعة جدا. تشتغل على جميع الاجهزة. تمام كده? آآ لما بتجي تستطابها على الهارد بتبقى مساحة آآ استطاب على الهارد ما بتزيدش عن اتناشر جيجا او تلاتاشر جيجا في الوقت اللي بتكون نسخة الويندوز الغير مخففة فوق التلاتين آآ جيجا. طبعا عملية آآ تخفيف نسخة الويندوز آآ شغالة. احنا هنتركها لحين الانتهاء وهرجع عليك مرة تانية. تابع معي الفيديو. كده احنا شارفنا على الانتهاء من آآ تخفيف نسخة الويندوز وبعد كده هيبدأ ينسخ النسخة ويضعها ليك في المكان اللي انت حددته. طبعا انا كنت محدده آآ انه يحط لي النسخة بعد آآ تخفيفها على سطح المكتب. تابع معي الفيديو. طبعا في انتظار آآ تجميع نسخة الويندوز بعد تخفيفها اما حاجة ان انت بتقفلش الامر وتسيب وشغال. زي ما حضرك شايف كده. ان هو بيجمع ليك آآ نسخة الويندوز بعد التخفيف. تابع معي الفيديو. زي ما حضرتك شايف احنا خلاص قرمنا على النهاية. زي ما حضرك شايف هو بيقولك كده تسعة وعشرين في المية. تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين. هنبدأ ننتزل لحديث ما توصل لحديث مية في المية. وبعد كده هتلاقي حضرتك موجود عندك على سطح المكتب بتاعت. او المكان اللي انت اخترته. آآ نسخة ويندوز مخففة من آآ ويندوز حدواشر اربعة واشرين اتش تو. وهنبدأ آآ هوري لحضرتك بقى ازاي هننسخها على فلاشة وازاي نسطبها وازاي ان هي هتبقى مش هتتطلب اي حاجة من اللي بتطلبها نسخة ويندوز حدواشر الاصلية. ان هي خفيفة جدا على جهاز الكمبيوتر ومتاخدش مساحة كبيرة على جهاز الكمبيوتر. تابع معي الفيديو. زي ما حضرك شايف كده زهرت معي على سطح المكتب نسخة الويندوز. تمام? هنتظر لحين الانتهاء. تمام? هيبدأ يزهر معي الرسالة ديت. ومجرد ان هتظهر معك الرسالة ديت. يبقى كده تم تخفيف النسخة بنجاح. كل اللي انت هتعمله تضغط على موافق. تبدأ تغلق النفذة ديت خلاص. اصبح عندي نسخة آآ ويندوز حدواشر. آآ اللي هي المخففة. زي ما حضرك شايف كده المساحة بتاعتها اربعة جيجا وسبعمية والنسخة الاصلية حوالي خمسة جيجا. يعني حوالي خمسة جيجا وي. تمام كده هوت? طيب. هندخل بقى في المرحلة التانية ان احنا نسخها ازاي على سطوانة. تابع معي الفيديو. الخطوة اللي بعد كده ان انت هتروح رايح على المتصفح بتاعك وتبدأ تكتب كلمة آآ ريفوز. تمام كده? ده البرنامج اللي احنا نحرق بنسخة آآ الويندوز. بعد ما تكتب كلمة ريفوز. تضغط انتر. هيفتح معاك على طول الموقع بتاع البرنامج. تمام? هنبدأ نحمل احدث نسخة من برنامج على الموقع. اللي هي ريفوز اربعة ستة. اي اكس اي هنضغط. تمام كده هوت. هنبدأ آآ نضغط على اغلاق الاعلان. وننتظر للحديث ما تبدأ عملية التحميل. زي ما حدوك شايف كده برنامج آآ بدأت عملية آآ التحميل بتاعه. ابدأ اضغط على فتح المكان اللي اتحمل فيه البرنامج عشان اجيبه على سطح المكتب اووري لحضراتك هنعمل ايه مع بعض. هو على طول فتح معي هوا ما فيش مشكلة مش لازني بنجيبه على سطح المكتب. تمام? هتبدأ في الوقت ده تحط فلاشة في قلب جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تابع الفيديو. بعد ما حطينا الفلاشة بتاعتنا ازاي ما حرق شايف كده الفلاشة بتاعتي ستة عشر جيجا. تبدأ تختار نسخة الويندوز. طبعا هي النسخة ديت. هبدأ اعمل على اختيار. هيفتح معي جهاز الكمبيوتر. هبدأ احدد له نسخة الويندوز. دايما حضرك شايف دي? دي نسخة المخففة. دي النسخة الاصلية. هبدأ اضغط هنا على النسخة ديت. واضغط على فتح. تمام? كده هوت. هيبدأ يقول لي آآ مخطط تقسيم بتاعك آآ جي بي تي ولا امي بي ار. طبعا حضرتك هتختار لو كنت انت جي بي تي هتاخد جي بي تي لو كنت انت امي بي ار هتاخد امي بي ار. طبعا انا تقسيم بتاعي جي بي تي. تمام? وبعد كده حضركتي اضغط على بدء. تمام? هيبدأ بقى يقول لحضرتك ايه? انا دوقتي هختار اول خيار ده هنشيل آآ اخلي علامة الصح موجودة عليه. اللي هو آآ ازالة المتطلبات. واللي هو تحطيل التشوير التلقائي للجهاز. وابدأ اضغط على اوكي. هنا هينبهني ان هو هيتم محاسب كل اللي موجود على الفلاشة. هقول له موافق. كمام? كده هيبدأ يعمل عملية تأسيم للفلاشة وينسخ عليها النسخة المخففة. طبعا انا هوقف الفيديو الاحين اللي انتهى من هذا الموضوع عشان ما طولش عليك الفيديو. وارجع عليك بقى في المرحلة الجاية. ازاي هنصلت بالنسخة على جهاز الكمبيوتر الحديث ما نوصل لسطح المكتب. وارل لحضرتك ان هي نسخة جميلة جدا سريعا. تاخدش حاجة خالص على الهارد ديسك. آآ بتتخطى كل متطلبات آآ نسخة ويندوز آآ حداشر اربعة وعشرين اتشي تو. هتستطبها بدون ما تستخدم انترنت. هتستطبها بدون ما تستخدم حساب ميكروسوفت. آآ فتابع معي الفيديو. طبعا بكده تم نسخ نسخة الويندوز على الفلاشة. نبدأ نضغط على اغلاق. تمام? وبعد كده نبدأ نروح للخطوة التانية ان احنا الراستر جهاز الكمبيوتر بتاعنا. ونضغط على آآ مفتاح اللي هيدخلك على عملية تسطيب الويندوز. تابع معي الفيديو للنهاية. طبعا الخطوة اللي انا بعملها دواتي قدام حضرتك انا مسرعها عشان اوري لحضرتك عملية تسطيب آآ نسخة آآ الويندوز. زي ما انت شايف كده حضرتك انا طبعا اخترت آآ اللي انا هسطب عليه. وبعد كده دست على موافق وايد يتم عملية تسبيت آآ الويندوز. طبعا آآ انا مسرع العملية دي عشان مطورش عليك الفيديو. زي ما حدارك شايف كده عملية التسبيت آآ سريعة جدا هي تقريبا مش هتستغرج على جهاز الكمبيوتر بتاعت حوالي اتناشرة دقيقة. ويتلاقي نفسك موجود على سطح آآ المكتب. كل اللي احنا هنعمله هننتظر لحين الانتهاء من هذه العملية. طبعا الجهاز الكمبيوتر بتاعك في الوقت ده ممكن يعمل آآ مرة واتنين آآ وتلاتة زي ما حدارك شايف. لحد دي ما يبدأ يجهز آآ الويندوز ويعرف آآ باقي القطع بتاع الجهاز الكمبيوتر. هو طبعا بيقول لك عملية التسبيت بتاع الويندوز شغالة. فكل اللي انت هتعمله هتنتظر بدون ما تعمل اي عملية اغلاق لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. آآ كل اللي انت هتعمله هتنتظر لحين اللي انتهاء. زي ما حضرتك شايف. آآ طبعا عملية التسبيت آآ اتلاقيها تمت بدون ما يطلب منك حساب ميكروسوفت. بدون ما يطلب منك ان انت آآ تدخل الباسورد بتاع آآ الواي فاي. زي ما حضرتك شايف كده. لحظات بسيطة ونبدأ ندخل على سطح المكتب. آآ هو بيقول لك كده يستغرق هذا الامر بدأ بعض الوقت. هو بيقول لك آآ طبعا سيب جهاز الكمبيوتر بتاعك آآ شغال ومتصل آآ بالكهرباء. طبعا زي ما حضرتك شايف كده احنا وصلنا لسطح المكتب. لو انت بصيت بقى على بتاعك. هتلاحز ان هو ما خدش حوالي تلتاشر جيجا. يعني في الحدود دقيقة. ولو بصيت على هتلاقيها طبعا اقل لاستخدام من اي نسخة حضرتك اتعاملت معاها قبل. الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.